طيب الآن بنتعرف مع نانسي على موضوعها لقصة اليوم في بقرة قصة خبر ونانسي إيش الخبر وحكي لنا قصته خلال هذا الأسبوع مها رح نتحدث عن الانتخابات الأمريكية ومواضيع متعددة بقصة خبر اليوم رح نوضح تحديدا مسألة استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية كيف يتم أعدادها وهل يمكن الوثوق بتوقعاتها بشأن هوية الفائز بالرئاسة بداية لماذا يتم إجراء استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات في الولايات المتحدة يعد إجراء هذه الاستطلاعات من جانب منظمات وشركات عدا عكاسا للمجتمع الأمريكي الحر في البلاد وتأكيدا أيضا على قدرة هذه المنظمات على جمع معلومات عن الرأي العام ونشرها تتعلق تحديدا بأراء المواطنين وتوجهاتهم بشأن قضايا مهمة وهو ما يعزز المزايا الديمقراطية بالبلاد ففي الدول التي تجري الحكومات فيها استطلاعات الرأي تأتي النتائج بمعظم الأحيان مخالفة لهواجس الرأي العام وتأتي النتائج كما تتمنى أن تكون الجهات الرسمية ولكن هل يمكن الوثوق بما تتوقعه استطلاعات الرأي بالولايات المتحدة تحديدا سنعود إلى الوراء وتحديدا من الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016 حينها توقعت نتائج استطلاعات الرأي فوز المرشح الديمقراطية هيلاري كلينتون بالرئاسة بدلا من المرشح الجمهوري حينها دونالد ترامب ولكن النتائج أتت مخالفة لذلك مع فوز ترامب واليوم يرجح كثيرون فوز ترامب مجددا بالانتخابات مع العلم أن استطلاعات الرأي مجددا أيضا تشير إلى فوز المنافس الديمقراطي جو بايدن من هنا من المهم أن نشرح كيفية عمل هذه الاستطلاعات والعوامل التي قد تؤدي لفوز مرشح آخر أي المرشح الذي لم ترجح استطلاعات الرأي فوزه تجري شركات استطلاع مختلفة بالولايات المتحدة دراسات استقصائية وتنفذها بطرق متعددة أي أنه ليست هناك جهة واحدة تنفذ استطلاعات الرأي عادة عن ذلك تحاول شركات الاستطلاع قدر المستطاع أن تشمل باستطلاعاتها كافة أطياف الشعب الأمريكي من كافة المناطق والأعراق والأعمار لكنها تفشل بذلك بكثير من الأحيان بتمثيل فئة معينة من الأمريكيين مما يجعل نتائج الاستطلاعات مخالفة للواقع على الأرض كذلك تبين دراسات عدة أنه عندما يقال للرأي العام أنه مرشحا معينا سيفوز لا محالة يمتنع العديد من المواطنين عن التصويت لأنهم يعتبرون أنه صوت ما رح يقدم أو آخر وهو مأكد متابعون أنه أدى لخسارة هيلاري كلينتون بالانتخابات الأخيرة من هنا يمكن أن نقول أنه مساحة الخطأ بالاستطلاعات ليست ثلاثة بالمئة كما كان معروف بل هي ضعف ذلك أي ستة بالمئة وهو مأدى لتغلب دونالد ترامب على هيلاري كلينتون منذ أربع سنوات ولتغلب أيضا جورج بوش الأبن على ألغور عام 2000 إذن استطلاعات الرأي بهذه الحالة يبدو أنها لا تعكس دائما هوية المرشح المفضل لدى الرأي العام بل تعكس فعلا هوية الفائز بالانتخابات أي أنها تعكس التصويت الشعبي وليس تصويت المجمع الانتخابي الذي يعتبر الفاصل والذي يحدد هوية الفائز كيف يعمل المجمع الانتخابي؟ نوضح ذلك بحلقة الغد تابعونا تابعونا